شباب اليمن مواهب بلا إسناد عنوان الحالة الشبابية في اللحظة اليمنية الراهنة وقبلها حينما كانت المواهب والإبداعات تخترق جدار الغياب اليمني في المحافل الدولية لتضع بصمات إبداعية في محيط وظروف لا تشجع على الإبداع من الفن إلى الرياضة إلى الإبداع العلمي تحضر أسماء اليمنيين وتقفز إلى الصدارة لتعلي من اسم اليمن دون مكتراث من الجهات المعنية للمبدعين والمهوبين الشباب الذين يضعون لمساتهم ويلفتون أنظار العالم إلى بلد اسمه اليمن شباب مؤسسة مواهب قطعوا المسافة الطويلة من حضر موت صوب اسطنبول للمشاركة في البطولة العربية للذاكرة الخارقة وحينما وضعوا رحالهم في هذه المدينة التي احتضنت البطولة لم يكونوا رقما سهلا ولم يكتفوا بالمشاركة الشرفية بل كانوا رقما مهما في البطولة فوز شباب حضر موت بالمركز الثاني للبطولة العربية للذاكرة الخارقة التي أقيمت في اسطنبول إنجاز مهم للإبداع اليمني من قبل مؤسسة مواهب التي شاركت في البطولة العربية الثالثة للذاكرة التي أقيمت سابقا في شرم الشيخ بجمهورية مصر وحققت المركز الأول الإصرار الإبداعي لشباب اليمن في الواقع العصيب الذي تعيشه البلاد والظروف التي لا تحفز على الإبداع تأكس عبقرية شباب اليمن ومقاومتهم لمكابدات الزمان والمكان والانتصار على غياب الرعاية الرسمية التي تبدو رؤيتها في رعاية المبدعين ضئيلة وغائبة البطولة العربية للذاكرة الخارقة كشفت عن المواهب اليمنية التي يقول متابعون إنها نوعية كونها تشتغل على أهم ما في الإنسان ذاكرته وهي الإنجاز الثاني لفريق مواهب على صعيد المسابقات الخارجية التي حقق فيها الشباب مواقع متقدمة لشباب اليمن إبداعات متروعة وفي طريقهم أيضا عراقيل متعددة فهم لا يجدون الإسناد الحقيقي لتحقيق ذاتهم الإبداعية وفي الغالب يصبح هؤلاء المبدعون مكشوف في الظهر بلا إمكانيات رغم نبوغهم بينما تحول الدول مبدعها من اللاشيء إلى أن يصبحوا في صدارات العالم